وبهدف القضاء على عمليات التحريب عبر المنافذ غير الرسمية والمعابر الحلودية تواصل القوات الأمنية ملاحقتها لعصابات التحريب وبالتنسيق مع قوات حرس الحلود وهيئة المنافذ الحلودية القادة الأمنيون أكدوا عدم وجود أي منفذ سوى الرسمية منها وهي تحت سيطرة الجهات الحكومية وقوات الجيش توجيه مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة لقيادة العمليات المشتركة بغلق جميع المنافذ والمعابر غير الرسمية لإقاف عمليات التحريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي وسط تأكيدات قيادات أمنية على عدم وجود أي معبر غير قانوني وملاحقتها لأي تحريب أو إدخال بضائع غير رسمية عبر الحدود الدولية استلمت قطعات الجيش العراقي الأمن لكل هذه المنافذ في المنافذ الرسمية الآن عمليات التهريب الموجودة على قواطع الحدود هذه القواطع تحتاج إلى منظمة مانع قوية تحتاج إلى تقنيات حديثة في المراقبة والاستطلاع مثل كاميرات المراقبة وغيرها ويضا تحتاج إلى قطعات ذات قابلية حركة عالية قيادة قوات الحدود حقيقة الهدور كبير في ضبط الحدود الدولية من خلال منظمة الموانع والتقنيات الحديثة التي جاء تستخدمها لن نسمح بأي فتحات أو منافذ أو معابر غير رسمية هذه كل المنافذ الموجودة غلقت بالكامل ولا يوجد أي منافذ غير رسمية فيما تواصل قيادة قوات حرس الحدود عمليات تحسين الحدود المشتركة مع دول الجوار وملاحقة عصابات التهريب لمختلف البضاع والمنتجات وغلق أي معبر غير قانوني بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وقيادة العمليات المشتركة المنطقة الجنوبية خاصة ما عدنا أي معابر غير رسمية أبدا غير المعابر الرسمية المثبتة في هيئة المنافذ بعض المكانات محاولات للتهريب أكثر من 15 واجب نفذنا لكبح ملف التهريب خاصة بأنواع التهريب سواء مخدرات أو غيرها فما هناك أيش معابر يعني نقول معابر غير رسمية موجودة بهذا الطريق غير المعابر الرسمية ما عدنا أما باتجاه المملكة العربية السعودية والكويت أيضا هناك وضع محدود جدا ومغلقة وجزء كبير من عده هناك تحصينات أجلية للحدود مالتنا وقد تضاعفت واردات المنافذ الحدودية في عموم البلاد بعد قرار القائد العام للقوات المسلحة مسك المنافذ الحدودية من قبل القوات الأمنية والإجراءات المتخذة لتحسين عمل المنافذ والذي سيسهم في رفض الموازنة المالية الاتحادية بمبالغ نقدية قد تصل إلى 12 ترليون دينار في حال استمرار تلك الإجراءات من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية